يواجه المزيد من ركاب طائرات شركة الخطوط الجوية البريطانية بريتش ايرويس حالة من الفوضى اليوم مع دخول اضراب موظفي تواقم القيادة اليوم الثالث من اضرابهم ويتوقع الخبراء خسائر باكثر من 100 مليون جنيه سترليني نتيجة للاضراب الذي ينظم هؤلاء الموظفون للمطالبة بتحسين اوضاع عملهم وزيادة رواتبهم يخطط موظف تواقم القيادة لاضراب اخر اعتبارا من يوم 27 من الشهر الحالي ولمدة 4 ايام اشتركوا في القناة